وصل فريق الرفاع صدارته للمجموعة الثالثة من كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بعد وصوله للنقطة العاشرة إثر فوزه على ضيفه النادي العربي الكوتي بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة خليفة الرياضية وتقدم الرفاع في الدقيقة الخامسة والعشرين عبر البرازيلي في نيوسيوس بارغاس وفي الشوط الثاني ضعف سيد هاشم عيسى النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والخمسين قبل أن ينجح العربي في تقليص الفارق في اللحظات الأخيرة من المباراة عن طريق لاعبه النيجيري ثيام جماهير ناد الرفاع ولا جماهير كربحني على الفوز ونشكرهم على حضورهم اليوم الفوز نهدي لسعار الشيخ عبدالله بن خالد لتمنى أن يكون يانا موجود في الملعب ولكن هو موجود يانا من خارج الأسوار الحمد للعالمين اللاعبين كانوا على قد الثقة على قد المسؤولية حضرنا المباراة بشكل جيد قرنا نقاط الضعف نقاط القوة وفقنا اليوم كنا بالأمكان نزيد الغلة ولكن هذه كرة القدم في النهاية فوز مستحق فوز البعض قلل من فوزنا في مباراة الذهاب في العربي ولكن اليوم أثبتنا أننا كنا نستحق ست نقاط وليس ثلاث نقاط خسر ممثل كرة اليد البحرينية فريق النجمة أمام فريق كيلسي البولندي وصيف بطل أوروبا بفارق هدف وحيد وبنتيجة ستة وعشرين هدفا مقابل سبعة وعشرين وذلك في انطلاق مواجهة كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب والمقامة بمدينة الدمام السعودية وقد حاز حارس فريق النجمة علي خميس على جائزة أفضل لاعب في المباراة انطلقت دورة دراسات الترقية للحكام لنيل الشارة القرية لكرة اليد بتنظيم من الاتحاد البحراني لكرة اليد وبإشراف من الاتحاد الأسيوي لكرة اليد وشهدت الدورة مشاركة تسعة عشر طاقما تحكميا من البحرين والسعودية والكويت والعراق وسوريا إلى جانب إيران وكوريا الجنوبية والمالديف وهونغ كونغ وبنغلاديش ومن المقرر أن تستمر هذه الدورة حتى السادس عشر من الشهر الحالي بمشاركة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأسيوي لكرة اليد السيد صالح عاشور دراسات من ضمن خطط الدراسات التي نعملها في الاتحاد الأسيوي هناك استراتيجية نعمل عليها ويمكن هذه الدراسات جدت في نهاية الموسم الرياضي لأنه بسبب التزامات الكثيرة التي نعمل عليها من خلال الدورات أو البطولات العاسيوية وهذه ترحيل البطولات بما جتنا في الجائحة والحمد لله رب العالمين الأوضاع بدأت رجعت صحيح أن هذه الدورة في عدد كبير من الدول التي شاركت وعدد الأطقم يمكن فاق العدد الذي كنا نتصوره عدد 38 حكم في هذه الدراسات وهذا رقم مش بسيط شكرا لاتحاد البحرين عن استضافة الدراسات تقريباً عدنا 19 تقوم مشاركين في الدراسات نحن في البحرين عدنا طاقمين طاقم رجال وطاقم نسائي لأول مرة يعني مشارك نتمنى التوفيق إن شاء الله للمجميع صراحة أستاذ صالح عاشور أعطونا كل شيء محاضرة وتتخلل منها متحانات بدنية ومتحانات نظرية وإن شاء الله شارتكم من نصيبنا القروبة بشكل عام كله متمثل من مجموعة من البلدان يعني نحاول مثلاً نندمجوا إياهم أكثر نتواصلوا إياهم نعرف أكثر حكام بالإضافة إلى أستاذ صالح بن عاشور معروف شخصية جداً قوية قيادية فنحاول مثلاً نأخذ من عند المعلومات التي نحتاجها حتى نطبقها أما جاننا بكرة رياد حسم فريق الأهلي قمة الجولة الثالثة من دور عيسى بن راشد للكرة الطائرة بفوزها على فريق النصر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في لقاء الفريقين ضمن منافسات المجموعة الثانية وشهدت المواجهة إثارة كبيرة بتقدم النصر في الشوط الأول بواقع 25 نقطة مقابل 19 فيما رد النادي الأهلي بثلاثة أشواط متتالية جاءت بواقع 25 نقطة مقابل 18 و25 مقابل 21 و26 مقابل 24 نقطة وبهذا الفوز نجح الأهلي في تحقيق انتصاره الثالث على التوالي فيما تلقى فريق النصر هزيمته الأولى بعد فوزه في الجولتين الماضيتين وفي مواجهة ثانية لحساب المجموعة الأولى حقق فريق دارك ليب انتصاره الثاني في المسابقة بعد تقلبه على فريق المعمير بثلاثة أشواط مقابل لا شيء حيث حسم دارك ليب الأشواط الثلاثة بنتيجة 25 نقطة مقابل 10 و25 مقابل 9 و25 مقابل 14 نقطة حقق فريق البحرين المركز الثاني في بطولة كأس آسيا للرقب السباعي والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة وذلك بعد خسرته المباراة النهائية أمام منتخب تايلند بنتيجة 5 نقاط مقابل 17 لينال بذلك الميدالية الفضية في إنجاز كبير لهذه الرياضة حيث تعد هذه المشاركة الخارجية هي الثانية لفريق البحرين للرقب بعد ظهوره الأول في كأس الأردن الدولية وتحقيقه لقب البطولة